أقر مؤتمر الأطراف حول المناخ كوبتون تي سافن إعلانا ختاميا يحوث على خفض سري لانبعاثات الغازات الدفيئة ويعيد تأكيد على هدف حصر الاحترار بدرجة ونصف درجة مئوية وأقر الإعلان الختامية بالإجماع بعد يوم من المفاوضات المكثفة صندوقا مخصصا للخسائر والأضرار إن القرارات التي تم توصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال إلى الحياة المناخي وقدرة على الصمود وأدعوكم جميعا لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليست ككلمات على الورق ولكن كرسائل موجهة للعالم بقيادة زعمائنا من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق وبعد أنشهدكم لاتمت مشروعات القرارات التي ستعرض عليكم أن العالم يتابعنا ويشاهدنا وأنشهدكم جميعا أن تكونوا على مستوى التوقعات التي أنطنا بها من قبل المجتمع الدولي ولا سيما من قبل الأكثر تعرضا وهشاشة والذين ساهموا بأقل نسبة في التغيير المناخي خارطة طريق ترسمها مصر لإنقاذ كوكب الأرض والحفاظ على المناخ وتنفيذ تعهدات مؤتمر باريس من أجل وضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري وما ينتج عنها من كوارثة تطال جميع أنحاء العالم فمؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 بشرم الشيخ أقر إعلانا ختميا يحث على خفض سريعا لانبعاثات الغازات الدفيئة كما تم الاتفاق على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة على تحمل التكاليف الفورية للتدعيات النجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 سامح شوكري أكد أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ وتم التجديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة وأضاف شوكري خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ أن القرارات التي تم التوصل إليها هي بوابة لنهوض بالتنفيذ وتعزيزه والانتقال للحياد المناخي والقدرة على الصمود داعيا الجميع لاستخدام هذه القرارات ومشروعتها من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق وكانت دعوة الدول النامية إلى إنشاء صندوق الأضرار المناخية قد سيطرت على مفاوضات الأمم المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين مما دفع القمة للاستمرار بعد موعد انتهائها الأصلي مع مواجهة الدول صعوبة في التوصل لاتفاق ترجمة نانسي قنقر